طريق التنمية مشروعا روج له على أنه شريان اقتصادي وفرصة واعدة حرصت حكومة السودان على إظهار إيجابياته دون التطرق للمخاطر والسلبيات التي تهدده في مهدها من بينها القروض التي ستكبل العراق بمزيد من الديون فضلا عن كون موانئ العراق تصنف عالميا على أنها فرعية وداخلية وليست محورية وهي عقبة لا يمكن تغييرها بسهولة لمجرد خطاب ودي لرئيس حكومة اليوم نحن وإياكم نقف على أعتاب مفتاح المواجهة وكل الجهود التي تعالج هذه المؤثرات ستمر عبر طريق التنمية بحضور وفد من عشر دول ست منها مجاورة للعراق عقد ببغداد مؤتمر طريق التنمية الذي قالت حكومة السوداني إن الهدف منه تغيير منظومة النقل العالمي دون التطرق للعقبات الحقيقية التي تواجهها إذ كشف مختصون بالنقل الدولي عن تحديات جسيمة تعترض المشروع أبرزها الشركة الإيطالية المنفذة والتي تبين أنها مختصة بالمصافي وليس في النقل ومنحت الإحالة إليها بشكل مباشر ودون عطاءات ومن العراقيل الأخرى شرط دمشق التي طالبت بأجور عبور عالية جدا عن مرور القطارات في أراضيها وحددتها بما يعادل ثمانية دولارات رغم أن سعر النقل السككي العالمي لا يتجاوز ثلاثة دولارات فقط كما أن ممثل النظام السوري في المؤتمر زهير خزام لمح خلال حديثه لضرورة ربط مشروع الطريق التنمية بموانئ سوريا بدلا من الربط مع تركيا لما فيها من جدوى اقتصادية أفضل على حد تعبيره فإنه من المهم أن نؤكد لكم على أهمية الموقع الجغرافي لسورية كعقدة ربط دولية من خلال إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط ومنافذها الحيوية مع دول الجوار وبغض النظر عن جملة أسباب تعيق المشروع ومنها وعورة المنطقة التي سيمر بها الطريق والذي سيستلزم تغيير مسارات وحفر أنفاق وبالتالي زيادة باهظة بالكلف إضافة لثمانية عشر مليار دولار التي قيل إنها رصدت له فلا ضمانات أمنية تكفل تنفيذ المشروع بعد أن هاجمته ميليشي العصائب واعتبرته مخططا أمريكيا لقطع خط الحرير ووصفته بوصمة عار بجبين حكومة السودان فيما قال أتلاف المالكي إن طريق التنمية لا يصب بصالح العراق وإن السعودية فقط من ستستفيد منه وهي تصريحات توحي بأن المشروع بات هدفا لنيران الميليشيات الولائية ترجمة نانسي قنقر